مكانك يا خرطوشة هو الحرب! اللي قلب مني يا عدنة! مني يا خرطوشة؟ انا بنتي! اعلي يا خرطوشة؟ اعتنتي لبنتك؟ انا حيالك يا سمار! لا اعدي بنتينا بنتينا! ما تلبسش نفسك جناب وقول لعندك يا خرطوشة! انا خلاص! مفيش حاجة اخاف عليها يا حضرة الصابت! انا بتعمس يا بربيل المزيل! اللي قلب مني وسخانه! هيفرق في اشه! وانا في القلن! اه! 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 ارمش اه! 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 دعوا يا انا exemplار! هاة! هاة! اه! 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 اك்قتكنا! اكتش بالله! ويععل! وروبي السلاح! لايوا اتحركت خطوة! هقاتله وتقتله أنت لئه؟ linearly معمك الباعة دي الزابط اللى تتاخد منه تبlyingه ما لزمناش تالي حتيجي يغلم الزابط يا خرتوشة انا بقى هتغرف يا باشا هتغرف يا انا اتجر السلاحة باشا انت اتاجر ايه؟ اتاجر السلاحة باشا بتاوجه اتجر السلاحة باشا مالحقين وجعتك أنا باشا اتاجر في بالصلاح والصلاحة هو في المغزن هماشا في المغزن هماشا حارب انت جاي تغني بعد ما الفرح خلص خد السبون يلا يلا يا عم انت صدقت نارسك ولي ايه ايه ده عمس ابن كديدك علت يا عم ولا حاجة كات حتيه في دماغك ولا زمنك شهيد اقول الله يا تخيل انت بقيت شهيد اقوم يا عم منسك ده الحرز يلا عشان النيابة تشوف شوف لها بقى خلاص بساك صعد الله با الشماء صعد الى فانت المغزن جواك يا فانت المغزن جوا فانت المغزن المغزن شام يا عبنس الى دي اجي ركابه معك البوكس لو تهيني عليك الحامل كولني يا عد صغر ايه ما حكايا يا عبنس الحامل عبالك حاجة ولا ايه عيد جماية دخلين مأمورية وانت مصنوق مع الجدع دوا وده بيقدم رجل واخر رجل يقدم رجل واخر رجل انا ايه جاله تليفون تليفونه عم دخلين مأمورية عايل سيس يا عم اه طبعا عايل سيس لما بقى صابت محترق دخل مأمورية وديره تليفوني بعيد يا دي كاسمة بس لدوكم يا سبعة الفل يا ست الكل سبعة الخير يا حسام ايه يا ابن انت فيه كلمتك كزا مرة ما تردش عليها ليه والله كان عندش وقت تقول نصا مخلصوا اه طب متتأخرش عليها بقى يا حبيبتي ما سافت السكة بس انت بصير العروسة بستك العافي يا حبيبي لا اله الا الله صيدنا محمد رسول الله عليه السلام 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 سبعة الخير يا بوي سبعة الخير يا ولدي سبعة الخير يا جابر سبعة الخير يا عريسي قوم يا عادم قوم قول لهم يجولنا القاوة هون ركاسي دي النهر لا افتح يا طريق لك هي سبعة ولا طبع ميت سبع يا بوي ايه رأيك في نجاوة ابوك مفيش حسنك ده يا بوي خير ما اخترت يلا مش يدي حيلك وتجدعن عايزين اكتمللنا البيت عيالة عشان نبقوا عزوة حبيب جابو الكبير ويحتاج عزوة ثانية المهم نتكلموا في الشغل حاضر يا كبير عاوزك تشد من مكتوب للخواجة البيع على اللافتوب بتاعك عشان نتفقوا على العملية الجديدة أمرك يا كبير يام سهل يا رب هاي سهل تخافش هاي سهل بس انت شوف شغلك هم ياب صافر اتفق على عملية جديدة واحنا هنجاعدين زي الولاية وياربنا على خادنا نفس شوفيهم يوم يابا نفس شوفيهم يوم بدل ما تقعدوا تهروا تيوا كتوب دي روح نشتغلوا زي أولاد عمكم عشان تبقوا رجالة ملو خالجاتكم نشتغلوا كيف وهم واكرين السوق كله وبيبمونا الفتافيت يعني يا بوي هو احنا نعرف وندخلوا حد السلاح واحدة في البلد داي من غير دل عمي هاهههههههه دك ندخنا بالنمر العير غير ما نصابه عليه وتوانيotopiftsكمان لانكم هافية ومالكمش وزن خبريه عاي يا بوي ماكسين أيضا أيو مكسين مخ وأماعرفين اشتفكروا صحة واي ايو الصحة عادي يا بوي خليهم يشتغلوا إليهم الفلوس عشان نصيب منصور واد نجيب أختكم هم مليهم غيره وفرد جابر خلف هو تاني من أي مرة من حريمه عني عمليوه بكتع أو دياء خلف من عقبة بنت التراشن ولو برضيك هيبقلنا في فلوسهم نصيب منصور الزغير واد نجيب أختكم وده يجيب بحر فلوسهم أهنا وقت سندي الزير بدأ ما نتصدموا مع منصور ونروح كلنا في توكر اشتركوا في القناة شفت يا محروس إزاي بندخلوا البضاعة اه شفت وعدك يا دياء باني هتعلم ان شاء الله اخوي يا جابر لك يا سيجاب لك يا محروس كيفك الحمد لله شبعادة يا دياء تاجي وتستر من البضاعة بزاة نفسك لتفرج محروس على الشهر وبيقي واحد من نينة ملك انت يبدأ ما يعرفش يعمل حاجة واصل لا يعرف يستلم ولا يخزن كتيره يعرف يتفق مع الخواجات وبس وبعدين يروح يأكل حمام وينام جابر ديت ملك الدخيل والتخزين والتشوين كمان والتوزيع والأزيط ياك لا منسيتش امو يا رجانة جواب جواب احدهم احمد احمد سابط هزار سابط هبوك هزار عليك داوة همعتسب ايه؟ لا باش خذ الزبوك يلا 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 جابر يلا ألف مبروك يا باشي على العملية والترقية الله يبارك فيك يا طاهر باركة فيك انتك جوندي المجهول ولحد انت حفظ المجهول يا باشي لحد ما العملية تخلص الله ما هي خلصت خلاص خلصت يا باشي جابر مات ودياب اتماسك لسه راسل حية منصور طب بمناسبة منصور بقى يا باشي خد بالك شكله نويلك على نية سودة وهو دي اللي خلانا أكلمك وجينا وعرفني منين ما عرفش بس شكله كده ساءل والطقص وعرف ان انت اللي قتلت جابر وأبط على دياب ماشي 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 خد بالك من نفسك يا باشي ما تقلاش علي لعايزك انت بقى تركز وتجمع لي كل المعلومات عايز امسك منصور متلبس ونوصل للجماعة اللي بتعامل معاهم برا مصر عشان نقفل العملية على نظافة بس عيتها بقى حلو وعدك ان انا هكلم السادة المسؤولين يرققوك ويدك مكافئة يدينا ويديك طلط العمر يا باشي يعني بس كنت يعني بحتاج مكافئة كده صغيرة زي المكافئة اللي سيادتك خدتها اصبر محاولش هوملك عشان يملك اناك الفرغة طب ان شاء الله وركة فرغة حتى اصبر به نفسي يعني مش مكافئة اللي بتهلبه من منصوره وعياله ماني لازم ان اعمل كده يا باشي عشان يصدقوا انني معاه طب اخوة استنى يا سيادر عدنا واه ايوا كده يا باشي خد الخمسناية دي حلب يا بقى وهو البقى ده برضو يا باشي يتحلب خمسناية ده اقل تورطايا النهاردة با اكتر من 100 جنيه تورطايا بلاش تورطايا خليها عسل اياي هيقافئة ليك ولصحتك بدل ما تدخن حاكم انت لما بتدخن موخك بيدخن سلام سلام يا باشي باشي موسيقى حكمت المحكمة حضوريا وبيجماع الآراء بأحالة أوراق المتهم بياب منصور شفيع البطاش إلى فضيلة المفتي موسيقى وحديثت قلسة 12 ستة لنطق بالحول رفعت القلسة موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انت سمعتين يا بنتى مش سامح حاجة تا استهبت عن شاشاؤني لا 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 انت تيجي هنا تعريق كده اعودي هناك ما تتحركيش وما تلعبش في اي حاجة يا ستي ما الكيش ده ما تتك عايش تاكلي؟ عايش تاكلي صح؟ انا هعمالك الاكثر يا منت كريم يا رب اوه عايش تلعبي في اي حاجة يا مسلمة الله اكبار يا منت كريم يا رب عشان الان دايها دي اللي حاج دايك النادي هبدالي منين بقى اه جبنا عايش فاكهة وفي حلوات حناية كمان دي بقى اه 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 طيب يا حبيبتي بيطمينين عليك مع الف سلام ماما ايه حماد؟ باركيلي باركلك علي ايه؟ سيادة اللوة حماية نقللي مع حسام اخيها الادارة الف مبروك يا حبيبي الف مبروك الف مبروك ده حسام هيفرح قوي بالقبر ده وده انا هكلمه حال انا بشره اه يا رب يكرمكم يا رب وميحرمكمش من بعض ابدا اه عشان البوتاشم ده بتاشم صح ده بيه ده اكيد بيعمل حاجة التفاح اكيد بيعمل حاجة واوه يا محمد ده وقتك علو يا يا محمد خير عشاء الله ما تعزر فزر كده انا عاوزك في ايه؟ يا سيدي ده وقت وقول لي انت في ايه؟ سيادة اللوة هاني نقللي معاك الادارة بتتكلم جدا؟ والله زية ما بقول لك كده الف مبروك يا حضرت الزابط بسم الله ما شاء الله ده انا جد تحت درسي سبع القصد حتبقى على مكتبك حدورك مكتب كل ساعة وأنا تحت أمر تدوير مكتب ساعدتك أنا منعارف لم تحت أمر بس منعنك تحت أمر أنت مش عاوز أي حاجة؟ ولا حاجة ولا حاجة ولا حاجة بص لك دين أمك بس وقلها تتعلم خذ بالك منها لغاية برجع يا عاد إيه يا عم أنت مالك مستعلم كده ليه بقولك إن قلت معاك بتقفل معايا لإيه لما جيلك لما جيلك سلام سلام علشان أنت يادي أنا حاج لك المالي علشان أنت يادي أنا أخدي بدلها كوي كوي أكيد برضو لي لازم ياضي سلمة نفسي بقى حسين 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 سلمة سلمة أنا جايلك منطرف واحد حبيب لا لا مقلم كديتك يا عريب سلمة سلمة لا سلمة لا لا موسيقى انت تخل خير يا فاني في خبر مش كويس عسل لازم اقوله لك في اي فاني محكالها تاني في افراد ما بقولين اقتحهم الياختي اللي فيه مخدم حسام وزوجته سلمة واعتدوا عليهم الضربة امتى حصلنا؟ مهاردة الصبح طب حسان كويس حسان دلوقتي في العناء المركزة في مستشفى في مهاردة طب سلمة سلمة تعيش انت مش ادعي لك محمد موسيقى 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 محمد الله ع السلام يا عفسام اتنورت بيتك موسيقى ايه عفسام بقولك اتنورت بيتك اتوحي دلله يا كده موسيقى اتوحي دلله يا الاه بالله طيب اقولك ايه ما ديه طوال معنا في البيت اليوم اندون على قلة الوسطن لا اله الا الله لا اله الا الله انا عبت هنا محمد مع سلم استهدى بالله بس حسين سلمة هتعد مع سلمة ازاي بس انت ايش مسدق انا عبت مع سلمة الله عبت مع سلمة تفكرني مجنون صح؟ اخوك مجننش انا عبت مع سلمة وانت روح سامع صوتها تندقى اللي جوا روح انت عشان هتخلها سلمة انا وفقت اطلعه عشان ظروفه بس ما تلاقش يا فاند حسين مهما حصل برضو زابط عنده خبرة وعرف حدوده كويس ماشي سعني بتطم احنا كلنا جنب ماشي ماشي عشان نعم المترجم للقناة 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 كسروا في البيت كمان. كسروا في البيت كمان. اجا ساعدتو. يا بشا مش تصورش روضني دي يا احب. السندودة بتاعي احسن بيه. انت يعني كنت جايبه. اهام الله رحمه. حتة من جياز يا اينا عم يعني مش جانية بس. هو. والفلوس اللي جوا دي. فلوس دي انا معرفش على حاجة مش. حسن بيه احنا قاسفين. مضطر اقبض عليك. يا بشا انا عندي شاهدة مهمة ومسر ان انا اولا. علشان اخلص ضميري قدام ربنا. فضل اقول. انا شفت المقدم حسن هو بياخد شانطة من اثنين رجالة قبل العملية. وكان. انت متأكد. انا ساعتها ما كنتش مهتم بالموضوع. وما خدتش بالي ان الرجالة دي تابع منصور. بس بعد الاتهامات اللي اتوجهت له اتأكدت شكوكي. عشان كده جيت اخلص ضميري قدام ربنا. انت عارف ان اللي انت بتقوله ده. في دليل ايدانة واضح للمقدم حسن. يا برشا هياد الحقيقة. والمقدم حسن غلط. واللي غلط. لازم يتعقل. امرنا نحن رئيس نيابة شرق القاهرة. تجديد حبس المتهم. حساب نجيبي الالي خمستاشر يوم على زمة التحقيق. على ان يرأى له التجديد في المعادة. جاهل يا ست المجدد. زي ما بجوله احدانة في الصعيد. اولا ركزة حنجلة. والنسر اللي معلجوا عكتافك. حخليينهش بكلبك ناش. وقل لك تهر منصور الكبير. مراحش. محكامة! يا حسان. المحكامة استعملت معاك الرقفة. بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا. حكمت المحكامة حضوريا على المتهم حسام نجيبي الالي. بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاس. وأمرت بمصادرة المبلغ المضبوط. محكامة حسام نجيبي الالي. محكامة حسام نجيبي الالي. محكامة حسام نجيبي الالي. يبقى لك نفسي نفسي أشوفه. نفسي نفسي أضبه. مش عارف يقول لك ايه يا طلع. مش عارف يقول لك ايه. انت من النهر ده دراعي يمين. أنا ما عملتش حاجة. ده أنا ما عملتش غير الواقع. وبعدين أنا لحمك دافي من خيرك. بس هو يعني ايه. حجمت حصلها حاجة؟ لا الست حكمت بخير والحمد لله بس فيه مغزم من المخازن إيه تسرق تقول إيه؟ أنا روحت أنا والست حكمت أم منصور عشان نجرد المخازن زي ما أنت قلت لقينا مغزم فيهم مسروق ساعتها هي تعبت وأنا خدتها على المستشفى عملوها يا العلام عملوها معقولي؟ ممكن يكونوا همي؟ محدش غيرهم يستجري يا ملك دي كان خبرهم زي دول يبقوا حفر وقبروهم بيدهم طاهر تاخد وحدان وتروح على المخازن وكل البضاعة المتبقية وتنقلوها للمغزن الاحتياطي المغزن الاحتياطي؟ إيوه بس يعني أنا معرفش حاجة عن المغزن الاحتياطي دي وحدان خبره زي المغزن الاحتياطي دي كنا ندار فيه البضاعة لما الحكومة تشمي خبر كل مغزن الاحتياطي دي اعملت لك ايه انا اعملت لك ايه حتتنقرك من هاري ماكي انا لو عايز اتباحك دلوقتي هتباحك بس انا مش واسح زيك ايه ده ايه ده فيه انتوا لتين حبس انفراضي عشان تبطلوا تخلوا مع بعض يلا خدوا يلا يا باشا هو خلاص مش عايز ولا كلمة جبت الحاجات اللي قلت لك عليها ايه ايه يا كبير بس انا عاوز اسأل احنا هنبقى ده هناك كتير شكلها كده لما شوف اخرتها مع عمي وايال ايه ده وما لسه عاوزين الاربعين في المية عمولة برضك ما قلت دي مناش حل لغير كده انا عارف انه طماع بيستغل لوطعي بس نعملوا ايه طالما الواحد بكسور لازم نطاطو ونرضى بالموجود صح والله يسامح عمك وعياله عملينا حاجنا كل ايه عناي محدش عملها قابلك الناس طول عمرها بتترجى الرحمة مني ما برحمهاش وعمري ما احتاجت لحد تيجي انت تعلم علي جميلك ده على الراس يا عموك ومن النهاردة يحرم علي ازيتك لومدين يعني خلاص اللي قال له اصحاب واخوات وحبايب والله هتخضر انا بفهم في الاصول وعلى فكرة بقى انا كنت مزقوق عليك واخد عربون كمان مزقوق علي مين اللي زقت الواد زين زين وميلي زين ده وهت اسمه ابو لغة ابو لغة ابو لغة امو زين بقولك ايه سيبك من ابو لغة امو سيبك من زين قولي العلم ايه اللي حدفك الحد في السودة دي ما تقوليش انا انا ماليش دعو انا بتاع الصعيد وكانت القضية ست شهور انا افتكرت طمعي وغباوتي ما انت عارف انا طول عمري شغال في البلطاجة قلبت التخصص وقلت اشتغل في النصب وطلعت الطالعة والتانية وللقاسف بقى في الثالثة وقعت وشرفت هنا خمس سنين ما دي غلطتك الاخل علم هو اسكتنال ودخل بو احمره كنت ماشي في البلطاجة والاشيا بومبون ايه اللي خلاك تغير الكرير بتاعك النصب ده فلسفة علم شياكة اخلاق دخلت بالحمار خليه يلبس ألبس سباك نقول له معنى ما هو على الشاطر عندك حق يا ده بوب ما هو على الشاطر اه حسن باشل عايز اقول لك على حاجة ما تزعنش مني وان اي حاجة اللي عملتها فحق الغلط وعلى مادة ايدي اللي عزت اتقيتها دي سماح يا سيدي وانا يمي احلى واحدة كوكو في الدنيا طب بمناسبة الاعدة العائلية دي مش عايزين تصلحون انا كمان صحو صفحة جديدة معي ايه؟ في حاجة بس استاذ اللي عالك وانا اخدها مني في الاول خالص النظارة مش شاف اهم حال خالص لعلو عشان خاطر عشان خاطر حسان باشي النظارة انا كلمك يا رب حببتي عشان اقوي يه ده يه ده يه ده يه ده آمف상 فيه الزفعة وبسوضو ما غفافوني احنا عاديم فيها دي خد ايه خد ايه البس انا تعبت من جرجارتك طول النهار وماني عليك غابر شه يا محمد والله اي حنا مش غالق قول بسلح كتير او داخل البلد وش جعارف المين synd negative انا عارف عارف اه عارف تأخذ glatt مين دياب البطاشة أفحمد مش شرط يا سيد لا شرط وأنا متأكد من اللي بقوله لك ولو تحب أدلك علي سلمه لك أدلك والله لو كلامك صح يدلني عليه في ودي اسمه طاهر المستيه شغال في الإدارة عندنا في البوفي متطوع دلواد أنا كنت زارع وسط البطاشة عشان يجيب لي أخبارهم أول بأول وإزاي ودي مهمة زيتا شغال في الإدارة ومحدش يعرف حاجة عنه لأنه كان عميل سري محدش يعرف عنه حاجة وأول ما القضية خلصت وأميته خلصت وبعد اللي حصلت طبعاً حتشعرف عنه حاجة والليس الشغال في بوفي الإدارة هتلاقيه متلاقع في البوفي عايزة أقبض على دياب دياب وأني مالي ومال أنا من ساعة اللي حصل لحسان به وأني ماليش أي دقوة بالشغلانة دي سبته يعني إيه طف يعني خلاص يا سعادة الباشة أنا دلوقتي بشتغل شغلانة تانية عايزة أقبض على دياب طب يا باشة يعني إيه إديني شوية وقت وأنا حعيز وأي حاجة هعرفها حاجة أقولها لك هتجاب لي المعلومات قامت قولي يا ربي يا سعادة الباشة أي معلومة تعرفها تيجي تقولي على طول يا طاهر أوامرك يا باشة ما تقوم يا دي يا واحدة أنت عمل لنا كوبايتين شغل ما ليش نفس اعمل كوباية واحدة يا معافة طاهر أي وقت دي الناس عاوزك تبلغ عمي أني كلمت الناس اللي بروا وخلي جاهز نفسه العملية الجديدة وتقوله يحول الفلوس على نفس الحساب اللي حول عليك قبل الجديد لأنه الشحن هتكون عمصوله ظرف أيام الله أكبر هو دي الكلام خلينا بقى نرجع نشتغل زي الزمان بدل قاعدتنا اللي جايباننا الخسارة وعاوزك تتصل على الحكومة وتقول لهم على مكان وزمان العملية وتقول لهم إنه دياب حيبقى في العملية كمان ولما يسألك عن اسمك وتقول لهم فعل خير وتقفل السكة جوا مفهوم والنعمة الشريفة أنا مفاهيم حاجي كيف؟ نبلغوا عنك وعن بضاعتنا وعن بجالتنا كيف؟ أنا أقول لكم عاوز الحكومة تكبس عليهم متلبسين واللي بيفلت منيهم إحنا هنخلصوا عليه وكده نكون ضربنا عصفورين بحجر أول هام نخلص من عمي وعياره محدش يزعلنا في الشغل وتاني هام محدش هيطلب تاره من نينة وتالت هام لازم إن الحكومة تعرف إنه دياب تقتل في العملية دي فهم حدا مصدين؟ ايوة طبعا ما تقتل وما تقتل شيء يعني نعملوا تمثيليها على الحكومة عشان نجفلوا صفحة دياب ونشتغلوا على نظافة والله وجاتلك على التبطاب يا طاهر وبكده تبجرة مثل النقيد محمد علامه وأولاده عظمى عضعت فيه ونفست وعدك لدياب وثبت حسن نييدك في النحيتان وإخلالنا الجاو وأني ودياب وما حدش يقزمنا في لقمة عشنة موسيقى شهادة الضابط محمد والإيوة اللي معاه أكدت إن انت ميت والتحليل اللي هو اسمه دي يعني ايه؟ دي يعني ايه؟ دي يعني ايه؟ ايه وهو دي دي معرفوش يعملوه لإن الجسس كلها تفهمت وشكلهم كده قريب أوه حيعملولك شهادة وفاة بإذن الله أهلا يا أستاذ حسام الهلالي تفضل تشوقنا حسول ومضيلي بقى أنك استلمت حاجتك حاضر ومضيلك هااه تفتكر هنا أحسن ولا برا أحسن حسول؟ آها كلهم حصل بعضوا يا بني هنا سجن صغير وبرا سجن كبير ولا إحناعايشين تصح برا سجن كبير ماشي ببقي خلينا نشوفك بقى شفاك في السجن الكبير بقى حسول إن شاء الله السلامة حبيبي سلام الله السلامة دفع مش الشغلة بس برافيني هماما الدنيا كلها رفضا كل الناس زي ما يكون جاربة أول ما أدخل حتة الناس تتفرق من حالي أصحابي معارف ما مستغربوا إن الناس دي يعرفاني ومعشراني استفاجة أولا كأنهم يعرفوني ولا عشروني تخالي مهاردة رحت بقى الحبيبي أو يعني المفروض إنه كان حبيبي قلت أصدف شغلانا كده تمشي الحال يعني تخالي يرد على يقولي إيه إيه اللي جابك يا ويخ تم كلامه بإيه أمسح نمرتي من على تليفونك وما تتكلمش هنا تاني ولا تعطل الله يا ماما كنت باجي داخل عليك أن بيومي وقف ما عليش يا ابني إحنا بزمن العجايب البلوي ما بيجيش غير من أقرب الأرهبين لنا الناس خلاص ما عادش عندها ثقة بحد صادحة ماما إن أنا بقيت عالى على الدنيا عالى على كل الناس حتى عليك أنت محمد وشابي مش نادحك أنا بعض تصدق أنا ساعات ببص نفسي في المراهة بحس إن عالى على نفسي بتقولش كده يا حسابة ما توجعش قلبي أكتر ما هو بوقوع يا ابني ما هي؟ ليه الحقيقة يا ابني ليه الحقيقة ده أنا مقهور أهرب والله يا ماما مقهور أهرب بصبر على نفسي أبي بصبر على نفسي أبي بصبر على بخير ود الحلال يهمى البيت أمه ما راح يعيش في بيته بمساكن الزباط تجاهز نفسك واستنى مني إشارة عشان لازم أنه زرور وزيارة جرأي بكم أمرك الكبير بيزنك مدي شو يا لوك أنا شقة هي دي يا ماما متأكدة يا لولو؟ أيو هي دي في أمان ما لها الشقة دي؟ الشقة دي بتاعت حسام الهلالي صاحب معتز اللي يرحمه باله أكتر من ثلاث سنين مش عايش فيها ما فيش مشكلة ما ممكن يكون بيأجر غرف الإجار لا بقى هنفضل كل الشوق حسام إزاي كمان؟ وإزاي ملك؟ ملكة كويسة لحد ما حد فتح لها البيب وخوفها هي بسم الله يا ما شاء الله كبرت بقت عروسة سيكا ملوك؟ كبرت عني يا وحش حبيبتي أنا مش وحش انت خايفة مني طبعا خايفة دي طفلة وانت طلع لها بالمسدس وبترعبها عايزة تعمل إياه يعني ما تخافش؟ بس يا عمر ده عمر أخي عاصل أنا بسهل أنا أصد عمر انت و... وصلت إمتى؟ من جيتي لحق أنا وصلت ما وصلتش بس بص بقى من لوك مش عايزك تزعلي مني أنا آسف أنا كنت متغاز عشان انتو بتلهابوا كرة من غيري كنت عايزة لها بنعيكو فخرجت زعاد والمسدس ده عمي حاجبليك واحد زيه طلع معي إي رأيك؟ خلاص صوف يا لبل وسبق بتشاوب أحلاقة عشان خاطر عينيك يا أحلاقة انت فأنا؟ انت فأنا ولا رأيكو انت فأنا؟ انت فأنا سهلا كل سنة أنت تتغيب أسلم كل سنة أنت تتغيب أحبط كل سنة أنت تغيب أحبط أنت أنا بظهر عليك من زمان الفاكر دي فاكرها لا أقدر أتبحك بيت مرة أتبحك أفارم عليك يا طاهر أهوك دي الشغل يولى بلاش وكل ما توزعت الفلوس في حسابات كتيرة تاهت وما حدش هيقدر يتابعها مش ناقص غير أن أنت تلعب لنا الأرد وتوصلنا على بضاعة نجيبها من برا نبيعها ونأكل فيها لقمة عاش يا ريت يا طهر بس كيف؟ ده إحنا بحاجة لرجال ده التهريب عاوز له ناسه ومش أي حد يعرف يدخل البضاعة ده عالم تاني خلاص قدي لعيش لخباني هات مهربين بالأجرة يخلصو لك المسألة دي دول مش عاوزين أجرة عاوزين نسبة متجلش عن 40% من كل عملية يا ديني النبي 40%؟ وغير كده أنا مضممش يسرجوني لوصلوا البضاعة للمخازن ناقصة لا بضاعة إيه دي اللي توصل ناقصة وده كلام؟ طب يعني إحنا هنفضل قاعدين حطين إيدنا على خدنا كده؟ وإحنا معانا كل الفلوس دي وكمان معانا اتصالاتنا بالناس بره؟ كل دي مش مهم المهم كيف ندخلوا البضاعة ونخزنوها ونوزعوها كمان سيدي دياب، سيدي دياب الزابط حسام الهلالي بيشتغل بلطجة في كبارية انت بتتكلم جد يا دي يا واحدات؟ هيو يا سبحان الله دي زي ما تكون تآهد والإناهد هي ايه دي يا طه؟ مش الزابط حسام دي كان شغال زابط في المكافحة والحكومة رميته في الشارع لما احنا لبسناها قضية ورميناها في السجن؟ قول يا طهر انت حتقول لجسة حياته عاوز تقول ايه؟ عايزة قول ان ما فيش غيره ما فيش غيره يا سيدي الناس هو الوحيد اللي هيقدر يساعدنا ويدخل لنا البضاعة من بره انت بتخرف بتقول ايه يا طهر؟ اهدي بس يا سيدي حكمت اهدي كده وخلينا نتفاهم بالوصول حسام دي كان واحد من رجالة الحكومة وعارف ألعبه وعارف كمان بيفكره ازاي يبقى هو اللي يساعدنا وهو بالنسبة لنا زي زكر الكوتشينة نقش به وبعد كده نحرمه ونعرف منينه حيقبل يشتغل معاني مش ممكن يرفض يرفض كيف؟ عليه سابجة والحكومة رمياء وبيشتغل بلطاق الكبارية يرفض كيف؟ البلطة جهينة جدام اللي حيعملوا معاني خلاص يبقى نقص نبضوا يا سيد الناس كلام موزون يا طهر موزون كيف يا دياب انت حتوهم على عمو نوش كتية حكمة انا قلت حكتلوا يعني حكتلوا بس خلينا نستفيدوا من نفي الاول قبل ما نقتلوهم ما لقيتش غير ده اللي يشتغلوا معانا؟ مجبوري مجبوري ما فيش قدامنا حل غير كده طهر اهم حاجة نقطع عايشه من المكان بيشتغل فيه عشان يقبل اشتغل معاني اعتبروا حصل يا سيد الناس يا مرحب يا حسان باشه يا مرحب ده ايه النور ده؟ دي الشركة نورت بداخلتك عليها اللهي الشركة من ورا بصحابها انا مش بصدق نفسي من الفرح انا نودي ودي افرشك الارض رامله ايه يا واد شغل الفوعلية اللي انت فيه ده يا واد ما تنزلش كارتي الاسمنت من على كدفك وانت بتسلم عليها عب كده نزل ياد رجلك نزل رجلك اهيه حسان باه مش محتاج للمحلسة دي حسان باه صاحب مطرح اتفضل يا باشي اتفضل افرجك على مكتبك الجديد اتفضل اتفضل معاني اتفضل يا حسان باه اتفضل 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 يا حسان باه اتفضل ايوان من هنا ها فيه رأيك بقى في مكتبك الجديد لا لا يعني عايزك تقعد هنا عايزك تجرب المكتب الجديد ده اني دفع فيه دم قلبي بس والله مش خسارة فيك ده احنا بينا عيش ومنح واني لحمك تافي من خيرك وجبنا لك كمان سكرتير اخصوص تكنيلا عليك وعلى اندفاعك دايما كده مندفع وحريق لكل مفاجآتي تشرب ايه يا حسان باه لا على حالة طعم تشج لا ازاي اياكش يا ربا عدم كامل اخويا ديه لانتشارب حاجة خلاص 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 شاي بسرعة بسرعة اني عايزك باجا تورينا الهمة تورينا الشغل واني زي ما اتفقت معاك اول كل شهر حديك في ايدك خمس تلاف جنيه ولو حبيت تشتري عربية بالقست او اي حاجة اني رقبتي سدادة الخير كتير والحمد لله ده اني ممكن كمان افتح لك حساب في البنك وحطيلك فيه المرتب بتاعك والقست يبقى يتخسن منه ها اهقولك ايمان ايه ده حساب؟ ده عربية جديدة؟ ايه رائك؟ مبروك الله يبارك فيك يكبتها بالقست عشان اتراحم بقى من زحلة الموصلات ايه رائك يا ملوك؟ يعني يعني؟ يعني؟ الله وانت الكبتية عشان تقولي يعني؟ ام اللي ما تسوقي هتقولي ايه؟ انا لسه صغيرة وانت عارف كده انا عارف يا سنتي بسنتي مش هتسوقيها لوحدة انا حسوقها معاك ايه رائك؟ اتفقنا 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 هعملكو بكري يوم رياضي يعني ايه يوم رياضي؟ يوم رياضي يعني ايه قصد نحتفل بالعرضية الجديدة نخرج نفسح نمشى شوية يعني عشان خاطر ملوكة؟ ولا ايا ملوكة؟ هنيجي طبعا اهو شفت بقى؟ ماشي؟ هتيجي؟ لو ملك وفقت يعني انا موافقة ايه ملك وفقة؟ طب خلاص انا موافقة يعني باحتمال ماما تبقى موجودة شاهندة حصان الصغيرة يعني دعونا اتبسط شوية ياريت هاي شوفت الصباح ان شاء الله؟ بإذن الله سبعة الخير مبروك الله بارك فيك السلام الله ينور عليك يا باشي هو ديه الشغل ولا بلاشت؟ انت مش عارف فرحتي من ساعة ما عرفت ان الشحنة دي وصلت بالسلامة اني ما جاليش نوم ايه السلم؟ وش معنى ايه الشحنة دي؟ مانا ياما خلصتلكو شحنات؟ ايه المشكلة دي؟ يعني فيها ايه دي غريب يا؟ لا يا باشي اصلي الشحنة دي زبدة الزبت زبدة الزبت؟ مش ماه؟ ما فهمك ما انت لازم ان تفهم ديه مين انت خلاص؟ يعني بقيت واحد منني ما بقيتش اللارين ايه؟ الشحنة اللي انت دخلتها بشطرتك دي؟ في اجرى صيني متغربة في لعب اطفال يا نهر ابوك اسود بقى هي دي البضاعة اللي بتستوردوها بالصين؟ الله ينور عليك هو ديه اصل الشغلانة والباقي كله دموية ده انا حوديكو في ستين داهية انتو زي تخدونا اشترك في جريمة زي دي؟ جريمة ايه؟ جريمة ايه؟ جريمة ايه لا سمح الله؟ هو احنا قتلنا قتيل دي تجارة ده تهريب تهريب انت راس يا طهر انا كنت ايه؟ كنت يا باشي كنت انما انت دلوقتي حاجة تانية رميت حمل الميري من على كتافك وبقيت حر نفسك وبعدين اللي احنا بنعمله ديه خير فيه ناس غلابة يا حسن باه ما بيقدروش يرفعوا راسهم قدام ميراطاتهم ورقابيتهم قد السمسمة اسألنني احنا بقى بنستورد الفياجرة دي عشان الغلابة دول يرفعوا راسهم قدام ميراطاتهم وبيوتهم ما تتخربش انت اكيد الجنانت في دماغك ما تكبرش الموضوع يا حسن باه ما تكبرش الموضوع واح سيبها بالعقل عقل؟ انت خليت فيه عقل؟ انتوا عايزين نخلي في مبادئ ازاي؟ مبادئ ايه؟ مبادئ ايه يا حسن باه؟ المبادئ دي خلاص ما عديدش بتأكلهاش بيعها بيعها واستفيد بفلوسها بدل ما تصدي جواك وتضطر يتبيعها ببلاش بعد كده انت الزهر نسيت نفسك يا طهرة مسته اني عمري ما نسيت نفسي بس الزهر ان انت اللي نسيت نسيت انك رد سكون وما بقيتش الباشا بتاع زمان طهرة مسته اني بوعيك يا باشا اني بوعيك وبعرفك مصلحتك اللي انت مش عارفها تقدر تقولي خدت ايه من شغلك مع الحكومة؟ غير المرمطة وقلة القيمة واخرة المتامة استغنوا عنك ورموك في السجن عارف ليه يا باشا؟ عشان هما موظفين ما بيحبوش بعض ما بيخافوش على بعض ان ما احنا في شغلانتنا دي قلبنا على قلب بعض لان المصلحي واحدة حق مش عليك انا اللي استعل ضرب الجزمة ان قبلت اشتغل مع واحد وقتي زيك ماشي اني واطئ بس يكون في عيونك انت مفيش حد حيوظفك ولا حيدي لك المرتب اللي بدهولك وخصوصا لما اعرفوا ان انت ثوابق برا الباب دي مستنيك الفقر وقلة القيمة ودول ما بيرحموش حد اسمع كلامي اسمع كلامي وانا اخليك تلعب بالفلوس لعب واخليك كبير والصغير يعمل لك ألف حساب احسبها يا باشي بس ياريت احسبها صح حسبتها يا طاهرة مصطي وموت مجوع اشرف لي ان ابيع كرامتي الواحد واطي واسخ زيك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تديني جيت ايه بقى المفاجئ اللي انت جايبني عشان هلحطة المطوع دي طايق؟ فيه موضوع مهم ولازم أن نتكلم فيه يحسام يحسام ماشي إيه بقى الموضوع المهم كنت عارف أنك عايش كنت عارف أنها ما تخلش عليك وكنت مستنى اليوم اللي أشوفك فيه عشان أقتلك هاديات وكنت عارف أني أنا حتجابله هاتلك هاديات يا سنة سوخة يا سنة سوخة ما يصحش كده استهدى بالله استهدى بالله استهدى بالله إيه إيه يا حسام ده مش كده إحنا النهاردة بحياتنا كلنا متعلجة ببعض عشان كده لازمة نهدى نهدى ونتفاهم نتفاهم علي إيه وبعدين انت يقل دخلك وسطين يا سبالة يا واطم انتو الاثنان انتو الاثنان اللي دخلتوني وانتو الاثنان استغلتوني كل واحد فيكم افتكر إنه اشتراني لكن أنا أنا خدمتكم وبحبوكم انتو الاثنان انتو ما بتحبش غير نفسك عشان كده بعتني واشتغلت مع دياب واشتغل معاك ما تنساشي وبقى أبويا واخويا كمان ما شاهد علي يا زور كلنا غلطنا كلنا غلطنا وما فيش حد ما بيغلطش وكلنا عدنا الخط ودلوقتي لازمة نتفق نتفق؟ أيوة نتفقوا هات من الآخر يا دياب عايزي دياب دلوقت حد تاني غير اللي كنت تعرف دياب اللي انت كنت تعرفه مات الله يرحمه ويحسن إليه لكن دياب ده واحد تاني اسمه ديابو محمود من جنوب أفريقيا زي ما بجيت انت حد تاني اسمع يا حساب ما فيش حاجة تقعد على حله واحنا كده ولا كده محتاجين البعض يعني ايه؟ يعني ننسى اللي فات ونفتحه صفحة جديدة واني حمد يد ليك مين نسى اللي فات؟ ده انت بيح بجاح يا اخي احسن لك تنساه زي ما انا حنساه اسمع كلامه يا حساب دياب عايز مصلحتك انت تخرس خورس لا مش هخرس اني مش هخرس ويكون في علمك مشاني اللي شاهدت عليك زور وعبطت التمن اللي شاهد عليك زور زميلة الظابط حامد وقبط من دياب اشتريت حامد كمان طب والله العظيم عجبتك ملعوب يا دياب ملعوب سدجني يا حسن با احنا محتاجين لك وانت كمان محتاجين لك وكله بتمن موسيقى 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 ايه دي؟ 5 مليون جيني عربون شاركتنا بدل ما نتجتل ونتعاركوا خلينا نستفيدوا عايزني بعد ما كنت بكافح التهريب اشتغل فيه ما انتهرفت قبل كده هرفت عشان الغلابة ولا نسيت الفياجرة واللي بيمرج الصوفية ريه بيمرج الكبيرة كمون احنا عايزين نشتروا دماغك السم دي بأعلى تمن وبعاك تفكر انك بجده هتتنازل لا 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 انت شاريك وراسك بباسك كمون انت مش هتتنازل انت هتبقى جوي وحتزل كل اللي زلوك واللي بعوك اسمع كلامي وحتقيش مالك ولو مسمعتوش ابجى خل اخوك الصغير يديك المصروب محمد جاء يا إما تصرف عليه إنت 20% من كل عملي ما تقبلش أجل من 25% دول بيكسبوا يامل وإنت أوسخ حاجة عدت علي حتى قلت كده قبل كده محدش جلي بس أنا عارف فكر يا حسين فكر وعاك تغلط الغلطة دلوك ما بتغفاش ترجمة نانسي قنقر لعلو أريان دولار والبوب رجالتي وظهري وإخواتي أكدع لأس أنا نوس أهلا وهدان دراع اليمين وكامل وطاهر أنت تعرف نتكلمه في الشغل اسمع يا حسين بي عيب ده أنت معلم كبير وابن معلم كبير الكلام في الشغل يبقى لوحدنا الله يلحب صح طب يا أخوانا يعني يا هاديكم سمعتكم نفسيكم لو ما فيهاش إحراج يعني معلش كامل مش حوصيك شيات جهاوي وهتلوهم غدي يلا يلا يا كامل يا متأسفين يا رجال تفضل نتفضل نعمل ايه نتكلم في الشغل ما نقولت لما نبقى لوحدنا ليه وما إحنا بجينا لوحدنا اطلع بره طهر اطلع بره إزاي ده أنتو أصلا ضيوفي وبعدين أنا معا ورا هيا خلي حسين بي على راحة ماشي طلعت طهر ليه؟ خاين خني وخانكوا قبل كده يعني ممكن يبقى إحنا الاتنين على بعد شروة بالعربي كده ملوش أمان وروحنا في إيده ما نقدرش نستغنى عنه لأنه يعرف حاجات كتير قوي عنه وهنعملوا معاه إيه؟ هنعملوا زي الكلب السعران من وقت للتاني بنرويله حتة لحمة فيفضل تحت قديمه براوة عليك براوة عليك يا حزن بيه إحنا اتفاقنا على نسبتي 25% بس ما اتفاقناش على طريقة الشغل كيف يعني؟ يعني كل واحد في ملعبه حدش الدخل في اختصاص التاني أنا محبش حد يفتي في شغلي بصدك إيه؟ أصد إن إنت اختصاصك التعامل مع الموردين اللي برا والاتفاق على البضاعة وأنا شغلي دخول الحاجة هو البلد والتخزين والتشويل وأقول إمتى الحاجة تدخل وأمتى الحاجة ما تدخلش وأمتى تسمع كلامه اتفاقنا؟ في حاجة تاني؟ لما يكون في حاجة تاني أقولك على بركة الله اتفاقنا اتفاقنا خلاص يا سيدي البضاعة تخزنا الله ينور يا رجاني الله ينور سدك اللي قال إد العائش لخبازه على كده إحنا ممكن نكرروها وندخله بضاعة أيامي لا يا خفيف الحيلة اللي بنعملها مرة ما بنكررهاش تاني ودي تعليمات حسان باشر ليه؟ ده لزوم التأمين يا تغفر يعني يه؟ أبو الليف حبيبي ملاكس فيه دخول البضاعة مصر من اختصاص حسان باشر ليه؟ يعني؟ خلاص خلاصي واحدان التدخيل ده شغلة حسام رجالته وهم مدربين طب دياب بيتي ومرنا بحاجة تانية؟ أم طب حسان بيك كان علينا ان احنا ناخد من حضرتك الفلوس الفلوس لا فيه واحدان ومرنا يا سيد فضل وصلوها الحسام باشر وأنا حكلمه بينا يا رجالة والعله خير إن شاء الله حا وليها لا أطبق شغلة الشغلة موسيقى موسيقى تمام يا سيدي يلا يا جالي موسيقى موسيقى مع وش أحد تغمض نوعين خالص لحد ما يجو صحاب البضاعة ويستلموه فاهم ولا لا فاهم يا سيدي موسيقى 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 نعله خير إن شاء الله كده الواحد يبتدي صح صح موسيقى 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 معقولة جارت السلاح بتطلع الفلوس دي كلها أما أنا كنت أحباً وأنا شغال في النص بكل ده الفنان ليه في الفلوس الشمال ولا عضح كده أنا كنت غلطان يا جنرال حقك على عين يا هسف أسفك مقبول المرادة موسيقى فلوس اللي صابتك وعملها تعدي فيها دي وبترييله عليها ولا حاجة تل خمس تلاف جنيه كل واحد فيكم لسه ليه في زمتي خمسة واربعين ألف جنيه يا فورا ألف ألف وحقنا وتعبنا وشاءنا دول فيها لا أنا عايز أفهم لها كده أفهم لك يا برماجي مانا لو وديت كل واحد فيكم خمسين ألف جنيه في ايده هاي وطول الفتاق اللي هيدرب بيهم والله هروحي بعطرهم عن نسوان والله هينقض بيهم في كاميرين والله هحطهم التنوي يقلدهم مرتين ثلاثة وساعتها حيبان علينا مظاهر الصراق الفاحش وهنشرف كلنا في نفس العنبر في كلاب شوحي لا والنبي كلبوش تاني لا والنبي عندك حقك من ضوء تصدق نبتعمل أين لك هذا مش سايبين حد في حاله مانا هو تعمل بيوم يا جنرال الفلوس دي وهحط عليه وما الدول هنفتح بيهم شركة الشركة دي تبقى وطن استخبى جواه ونشتغل من خلاله يعيني عليك يا فوكس يا جامد قوي واحد كده الفلوس تولد فلوس وتبقى الحياة في البنبا بس يا عمهم الشركة دي هتشتغل فيه اسهل حالك استرادة وتصديره كلنا شركة فيها بنفس النسبة بسار خير زاكي يا عمان خير يا حسين عايزي كان في موضوع كنا نتلقي انسى وخالص الموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه انا اسفر وتعديت حدودي اسفت مقبول بس انا ما خلصتش كلام خير عايزي تكاوزيني 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 ناسي مكروهك انا دلوقتي بس عارفت انين رجال هم اللي بيتقدموا للستات مش كل الناس محظوزين مثلك وانت شايفة بقى ان انا حظي حالك اذا البصل كبير حابب يشوفك فحظك حاله كتير والبواب كلها رح تنفتحلك البصل كبير شخصيا عايز يشوفني ليه؟ شكله حابب يعمل بزنس معك معينا؟ طب من الاولى ما تأخذنيش طبعا ديدي يعني يشتغل مع الرجل بتاعه ديال لا تيب خلاص شبع بعدين طمع كتير وعمي ونسحاره نحنا هلا عم نفتش على بديل عنه اه عم نفتش على بديل وانا بقى البديل اذا نجحت بالامتحان؟ ده لسه فيه امتحان وأعمال سنة الامتحان هو انه لازم البيك بوس يعطي ابروفل عندك واللقاء ده حيبقى فيني ان شاء الله انا رح تدبرلك موعد سريع كتير بتطلع بتسفر وبتقبل وصدقني هاد السفرة رح تغيرلك حياتك كلها رح تصير حسام الهلالي جديد ومن بعد ما كنت عم تتقسم رزق مع غيرك رح تكون الملك ملك السلاح بمصر اه هاد احسام الهلالي جديد واضح انه فهم شغلته منيح ومتمكن من حاله انت متأكد من اللي عم تقوليه؟ بعتقد انه هو أفضل شخص ممكن ياخد محل دياب بمصر رد بيلي موعد معه عندي بكرواتيا احسام الهلالي جديد احسام الهلالي بالتدخل الموت موسيقى سهل موسيقى موسيقى الموت الموت موسيقى يعني خاركت من الفانوس وظهرت في عز النهار وخطرت بنفسك إيه؟ مش خايفة؟ ضرورة ليها أحكام قصد الخيانة ليها أحكام يا ساتر يا رب؟ الخيانة؟ خيانة مين لمين بالظبط؟ اسمعوا ما تلوعش معاي أنا عرفت كل حاجة وحش؟ وحش يا دياب قصدي يا مستر ديابو بالرغم من الكره اللي في قلوبنا البعض كده لله في لله إلا أني لسه عند وعدي لأن ما تعودتش أخلي في اتفاقاتي حتى مع الناس اللي ما بقبلوهمش يا أخي من دليل على كده أني سرك لسه في بير وقالك وتسلمتك للحكومة مش فغلك مع البير والبضاعة اللي بتدخل على حساب اللي بتسميها إيه؟ ما بتسميهاش خيانة؟ بيزنس بيزنس يا دياب بيزنس is بيزنس زي ما أنت كنت بتقصدني في سلاح بدخلولك وباخد نسبة؟ هو جمان بيقصدني فبدخلهم وباخد نسبتي فيها إيه دي؟ إنت بتشتغل لحسابه ولا لحسابي؟ إيه دل أنت إيه لك عائلتك؟ أنا لا بشتغل لا لحسابك ولا لحسابه؟ أنا بشتغل لحساب نفسي وأنت عارف كده كويس إنت بجده بتجسم السجبينتني وحتعص الموردين عليني والله كل شيخ ولي طريقة وإنت واضح إن أنت قدمت لما أرسل طريقتك بقيت قلد فشل ما بقيتش تيجي على هوا الموردين والناس اللي بتشتغل خلاص خسرت زباينة نصيحتي ليك بقى تقعد معك رجالتك كده وترجعوا وتشوف أخطائك فين وتصلحك إنت اللي حتقول لي أنا حامل إيه؟ أنا ما بقولكش أنا بنصحك أنا بنصحك نصيحة الوجه اللي عايزنا دخل لك سلاح؟ عدخل لك سلاح ترى ما أخد نسبيتي تلت ومتلت إنما بقى تحتكرني وشغل النصب ده ما يأكلش معايا بعد ما مدت لك يدي وكبرت بتعض اليد اللي تمدت لك واللي خلاج الخلق واللي خلاج الخلق هجلب عليك شياطين الانس والجني والد الهلالي طب أعوذ بالله من الشيطان الرجيب بتتحرق شياطين الانس عالجن ولو كترت في الكلام هحرقك فيه البيع انت بتهددني؟ عاشا لله أنا التاني مرة بنصحك ويا ريت تحط الكلمتين دول حالها في ودنك وما تتهورش عشان شغلاتنا دي اللي بيتهور فيها بيتعور وانت مش حملة تعويرك وأنا صبري بتدى ينفد بتدى ايه؟ ينفد وهقلب عليك القديم قبل الجديد أنا اللي هقلب عليك الجديم والجديد اسمع يا ود الهلالي الواضح إنه طريقها بجم اختلف ومن النهار دي خد بالك وانت ماشي خير إن شاء الله محدش ضع من عمر الأعمار بها دي الله يا ولد البطاش وبعد يالك تاني لو قربت مني أحرقك حلو عجبتك مديني وما هعبد أحرقك يا دي الله يلا شباب وقط لا شباب يا رجالي مش عاوز ود الهلال يطلع مني يا حي تحميل ولا لا حيو حيو ليس مرحل اقصد 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وبدخل شحنات سلاح للبلد هو أخوك حسام الهلالي انت كدام انت ميني انا كدام لو عاوز تتأكد أخوك عنده عملية جديدة يوم الجمعة على حدود السلوم وما تنساشي حضرة الظابط ما تنساشي تسأل نفسك سؤال هو أخوك حسام دي جاب الفلوس دي كلاتها من فين انت ميني هلا هلو هلو اخوك حسام الهلالي شركك اشتركوا في القناة لمشاهدين عبارة دورت بيت أخوك تفضل أمحمد بيت تفضل تفضل إيه اللي أعزي ده يا حسين؟ إيه اللي أعزي ده يا حسين؟ إيه اللي أعزي بالفضل رب يا أحمد بيت فاكرة يا حسين وإحنا صغيرين كنت دايما بيتقول ليه أوعي تغلط يا محمد لأن اللي غلط لازم حيتحاسم صح يا محمد اللي غلط لازم يتحاسم أنا هقبض عليك يا حسين لأن اللي غلط لازم يتحاسم مش إنت اللي علمتني كده تقبض علي طعا أنا أود نتكلم الأول وعدين أتقبض عليك أنا مش هرفنيش أغلط في بيت زي ده جاي فلوسه من دم ناس حافظ على كلامك ولاحظ إنك بتكلم أخوك الكبير أنا مدرك أنا أقول إيه كويس أنا أعرف إن إنت تاجر سلاح يا حسين تاني يا محمد تاني تاجر سلاح حرام عليك يا أخي حرام عليك إنت بجد ظلمني معشن في يوم وليل يا حسين تبقى عيش العيشة اللي أنت عايشها دي حاجة من ثلاثة يا بتجر في السلاح يا بتجر في المخدرات يا أم أورسنا وأنا منتقلش إنك حد في العالمات ورعاني أنا مش فاهمك أنا مش فاهمك يا محمد إنت كمان مستخسر فيه العيشة دي بعد القرف اللي أنا شفته والظلم اللي أنا اتظلمته مستخسرها فيه إنت قلبك إيس هو دواء يا أخي وأنا معرفش إن قلبك كده معرفش وانا ما عرفش ان انت كمان قلبك كده بس من ساعة ما قابلت تتجاوز الست اللي انت قتلت جوزها وانا مفت انت الجنين تقول ايه؟ افروس معايتك انت ايه؟ اتكبرت فوقك ست مين اللي انت بتكلم عنها دي يا محمد؟ مش حاجة ايمان انا محمد شاكينا مين ست اللي بتكلم عنها دي يا محمد؟ انت بتكلم عني انا؟ ايه انت يا ايمان معتزم عادش بسبب مؤموري وانا تزيم همد؟ هو سمزقه من عالجبل وقى غصب عني الله العظيم تلاتة غصب عني احنا كنا وقفين لما كان كان منصره بقى ليه؟ ليه حرام عليه؟ ليه؟ 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 نعم تجن انت؟ بالعكس انا عقلت عناء فتحت وإلا عناء فتحت أو إن ايه فتحت يا موت ابناء ايمان؟ وانت عايزني يخلف منك انت؟ بص يا امان انا واقف قدامك هاو عايزة انتقمي مني انتقمي عايزة تتبحيني يتولعي فيي هيعملي اللي انت عايزة لكن ابني لا ابني لا يا امان ومستعد بعد ما تولدي يأخذ ونختفي من وشك خالص لا حتشوفيني ولا حتشوفيني مش حتما ويت يا ابني امان زي محرمت بنتي من ابوها هحرمك من ابنك انت مخخفية ايه؟ قلتلك ما كانش هصدي ما كانش هصدي ما كانش في دماغي غي المنصور ربطاش وبعد ما هم شد الواحد يابني سمه هقل بقيت اكرهه زي ما بكرهك هاتب يا الله ونعم الوكيل فيك بص يا امان حقوقك وحقوقني هتوصلك وعليه مرأة طرقك بس لو قازيت ابني هدايك هدايك فكر ابني لا لو انت مش عايزاه انا محتاج له انا محتاج ليدک انا محتاج لقائز انا محتاج لذة انا محتاج لان المنصور دياب 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 اللي انت فهمتني انك قتلته وطلعتك يا ديابة يا محمد بيه لا دي لعبة شاكلكو كده كلكو عاملينها علي هتقول لي لعبة لعبة ايه؟ يا با لعبة ما افهم ما افهم افهم ايه؟ مش انت اللي ارتلق على طاهر وطاهر ده اللي قال لي على دياب وصلت بيك الوساخة يا حساب انك تورط يا خوك عشان تهرب مجرم مش وقته مش وقته الكلام ده بيقولك ايمان وشهينتا في خطر دياب خطفه انت تقرص انت كل المصايب دي بسببك انا هحبسك يا طاهر ده لو عرفت تمسك علي حاجة كل الكلام ده مش وقته يا محمد بيه شهينتا في خطر يا اخي تبا حبكت اختك الو دياب انتو في منكم كلمات اختك ومرتك حدان وولدك كمان ابني ابني زاك؟ مالك اتخلعتك ديه ديه مش مرتك كانت حبلة اللي عدت علي يدي والحمد لله اسمع 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 صوت ولدك اسمع اسمع ايو ايو اسمحتك لبوك يا زي الجوان اه ه 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 اه انا هقليك تسمع صوت أختك أصلي وراتك تعباني تعباني وإلا YES استنى شوي استنى 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 افتحوا الباب خلوا عندك والا حماس حصلوا عليك ارى ابسكت إذا فين من يلو ادخل وقالت باب فين إلا ما هيك اخوك يا حسين الحان يحبن! الحان يبدأ خدو بأني حسن! اهدى شهند! اهد خالص! تلطمينين ايمن بخير! الحان يحبن بأمه بولدين! لا اهدى! هلو! افتك فتنا! شهند! شهند! اه! افتك فتنا! اهدى! يا شهند! قطعت كلبي! اسماعي ود الهلالي! زي ما قتلت ابوه وابوه! وقتلت جابر! وهو برفرف! فاكر ولا لا! حكتل ولدك! حكتل ولدك! اسماعي ود الهلالي! اسماعي اسماعي! اسماعي! ابن الهدى! ابن الهدى! وعملك اللي انت عايزه! اسماعي ود الهلالي! زي ما قتلت ابوه واخوه! وقتلت جابر! وهو برفرف! فاكر ولا لا! حكتل ولدك! حكتل ولدك! اسماعي ود الهلالي! اسماعي اسماعي! اسماعي! ابن الهدى! ابن الهدى! ابن الهدى! وعملك اللي انت عايزه! انت عايزه! حقعني! انت عاروري! انت عاروري! موسيقى 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 أنا عملتي يقتل معتز يعني إيه؟ لا هو أهلي إنه هو لاتب معتز يعني أنا بريت من جميع معتز؟ يعني مقتز ما ماتش؟ لما وقع من عالجابل مات في المستشفى يبقى ابن الكلب اللي قاتله زي اللي قاتله لابني شفت يا مان؟ شفت يا مان إنك زلماني؟ شفت إنك لازم تصدقيني؟ عرفت إن أنا على حق زي ما عرفت إنك تجر سريحة؟ أنت غابي أنت أمدي نفسك في دهاية واخد نكون لنا معيك ربيعني بيدي شو هنزعر أفضل وديني بيدي وديني بيدي بساحة دي بقيت إيمان لما تصحب بروح الشام دميلي بيأنبني يا فندم لإني زلمت عشان كده أنا جاي أكفر عن زنبي وأعترف حتى لو اعترافي ده حيعرضني اللي أقوبة يا فندم يا ليتك توضح أكتر بصراحة فندم أنا زلمت زميلي المقدم حسام الهلاني لما شاهدت عليه وقلت إنني شفته هو بيستلم شنطة فلوس من تجر السلاح أنت واعي لكلامك ده؟ أي يا فندم الحق دعماني وخلالي عايز أن تقل منه ده معناه أن انت شهدت شهدت زوجي أعملوا فيه اللي انتو عايزينه يا فندم المهمة رايح ضميري وكفر عن زنبي قدام ربك ألف مبروك يا حسان سعدتك عرفتين انت لسا الخبر جايلي حالا أن حامد تغير شهدته وكنت أحكلمك عشان أهنيك وأقولك إن إحنا معاك وفي ظهرك دلوقتي بقيتوا معايا وفي ظهر يا فندم طب سؤال معلش كنتو فين لما حصل اللي حصل يا فندم انتو خليتو بي خليتو بي وضيعتوه لي ومحدش فيه قوية في جنبي عشان ناس بتبرد دي ساعدك إزاي حسام وإحنا جاها تنفيذية مش جاها التحقيق وبعدين كان فيه شهود ضدك في القضية أيوة كان فيه شهود ضدك والقانون لازم ياخد مجراها حتى لو القانون ده مش هحقق العدل حتى لو حيزلم واحد بريء زي يا فندم ويترمي في السجن ثلاث سنين ثلاث سنين يا رفع بيه القانون بيحكم بالأدلة والشهود وانت كان موقفك ضعيف في القضية لكن بعد حامد ما غير شهادته بقى فيه أمل أمل كمير إنك ترفع قضية رد اعتبار وتسترد كلامتك ونرجعك شغلك وتاخد المكان اللي تستحقق ياه ساعتك لسا فاك لو ماشى بتأخر كلام ده فات أولي أنا جيت لساعتك بس عشان أثبت لك إن أنا كنت صح وإنتوا كنتوا غلط بس أنا أعمل إيه؟ للأسف إحنا في زمن عشان تثبت فيه صح لازم رجلك تجي في العرض بتقصد إيه؟ عامد يا فندم عامد اللي حضراتك بتقولي إن ضميره صحي فجأة مخلاقي غير شهادته مصحيش من نفسه يا باشا ولكن ضابط من أبدأ عشان ضميره يا صحي أما ليه؟ أنا يا فندم دورته وراه ومسكت عليه حاجات توديه في ستين ألف لاهية وخيرته يا إما يروح يا غير شهادته وفيقوله إنه شاهد في حق يزور ويخش السجن يا إما فضحته تبقى بجلاجل ويتخير ابنيته ويتدمراته وأولاده وبرضو هيخش السجن بس مش عشان الشهادة الزور عشان الرشوة رشوة؟ أيوة رشوة سعدتك المرتش الحقيقة يا فندم هو حامد مش أنا لكن هنعمل إيه؟ بالأسف اليومين دول بتاع الحرامية الشطار اللي يعرفوا يعملوا اللي هم عايزينه ويأمنوا نفسهم ويستفوا وراءهم وما يسيبوش وراهم أثر والقانون ما يخدش معاهم لحق ولا باطل أنا بل زي حالات يا فندم اللي عايشين بقلبوهم سهل قوي تفصل لهم البدل على مأسهم بالصمت ويروح وشرب اكماني كنت فاكرك هتفرح بالخبر ده وشغلك وحشك وحترجع واتطلع طاقتك الطاقة هتطلع هتطلع فندم متيلاش عليها لو مطلعتش في الخير تطلع في الشر لو مطلعتش في اليمين هتطلعش منه أنا عارف ان انت مريت بظروف صعبة لكن ده ما يخلكش تفقد صيقتك في نفسك وإيمانك بربنا ربنا ربنا سمحنا ويغفردنا جميعنا فندم عارف يا رفعة دي كان يادم من نمى لما بيغلط بيقشاة الغلط في أوله بير وبيكبس على نفسه بالليل وبيعرفش ينام لكن مع مرور الوقت بيتعود وبيبالغلط حتة منه وما بيعرفش ينام غير لما يغضوا في حضنه ربنا سمحنا فندم وسمحكم سلام عليكم سمي بالله باشاو السلم من النوس عين أمه الله ينهور الله ينهور رجالة كده باش احنا عملنا اللي علينا مش فاضر اننا التساوم دياب على النوس عين أمه ده عشان يعرف ان الله حق كده ويتقي ربنا وبالمره اللي امي تعبينه عننا عارف اشنار اللي كدت معنا وشبت مع نظر امه وحنا بناخد منها ابنها بالعافية كان قلبك يا توجا قوي ياكش داولة عيه او جوزة مش كفاية حرام وقلب الباشا على ابنه ياكه حرام عليك حرام عليك دعاية صغيرة ليه شيء زيان بقال؟ حرام حرمت عليك عيشتك العين بالعين والسن بالسن والبادي اصلا والعلو خير ان شاء الله يا باشا طبع عايز اعد لوحدي انتو طورش عايز اعد لوحدي تعبان صغير تعبان صغير من ناس لتعبان كبير هينعم ملكش زنب في اللابوك وهمك عملوه بس زي ما قال اللي علو العين بالعين والسن بالسن والبادي اصلا هتلك مضطرة تلك عشان اقضي على ناس للبطاطشا هينعم يقولوا التعبين الصغيرة مبتئزيش بس مين عارف؟ بكرة تكبر هتب هتعبان كبير زي ابوك ونسعي تكتب اول قبر مضطرة مضطرة اقتلك زي ما هتلقني ومنعبلها اقتل وسان ما اللي خبطناها هتا مستر القلبين من اول اتفدر بصراحة يا حسان بدي هنينك عزوقك الحلو كتير حلو الفلو والحقيقة مش زوءي زوء الحكومة المدام يعني بيظهر الحكومة عندكم زوءها يا جميل أول مش اخترتني بزوءها يا جميل يا مستر ألبير بهايد معك حب طيب وين المدام للمشكلة؟ مامت هتعبين شوية هي اللي تعد معي معي معلش هي بتاعتذر وأنا بعتذب بالنيا معي منوارين ومشرفين عاريان مع مستر ألبير ها؟ منجولا عايزك تدلعهم آخر دلع ما يغبوش على عينيك فقدر فلدي مشرف لهم نوارك صندل فقدر 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 انجل دع روحك ود الهلالة محمد أكتلك ولا أكتلك أخوك في الأول ملكش دعب أخوي أديان أنا قدامك لعاست موتني موتني لا هكتل زي ما قتلت أخوي أجابل في الأول فاكر فاكر ياه أنت الهلانة فاكر فاكر يا إديان فاكر وأنا أدامك هو أنا عايش تعمل وأمي lui فإلا مليش لا أخوي أجابل أجابل أمتحك وأن giorno أمتحك أجابل أمتحك ايسا هدني انا دمك همه همه ايسا همه ايساول الأمان اللأ fala يا خريف يا عمري حاكف لك حاكف لك يا عمري رح يحكي النحامي تابعي انت غلطانين السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته انت ايه اللي جابك؟ مش كفاية اللي جرالنا بسببك؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ سيبي يا ماما انت ايه اللي بيلك وبين اللي ورفعت يا حسين؟ اللي ورفعت هو القشة اللي قطمت ضهري بعد قلم أمك اللي فوقني مستغربة؟ قلمك فوقني يا ماما يومها مشيت من عندك وانا هتجنب مش مصدق انك مدت ايدك علي بصعبان علي يا ابنك قوي ماشي الدنيا بتلف بايا جالي تليفون قلني ان حامل اتقبض عليك واعترف النشايد علي يا زوري ابنك بري يا ماما ابنك بري تستغربيش كرمتي رجعتلي تاني يا ماما تصلوا بيه من الدخلية عن طريسة تلوا ورفعت وطلبوا مني ان نرجع الخدمة مش هتحك عليك يا محمد رفضت ابيتش هنفع وقمت عشان امشي حسام انا عارف ان بعدانك اصيل عشان كده عايز اساعدك واذا كنت غلطت وعدت الخطوط الحمرة ممكن تتراجع وتصلح الهرادة يعنيت كان ينفع افهم قال خلاص خسرت نفسي وحياتي خسرت سلمة واللي في بطنها واريت على كده بس حتى ايمان خسرته موسيقى 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 اللي تولد عشان يموت موسيقى البقية في حياتك يا حسام موسيقى لكن البقية دي لازم تكون مختلفة موسيقى قد عارف ان انت مرت بتجربة صعبة لكن اتعلمت منها انجرحت لكن لسه عايش وتتنفس لكن بحكم العشرة اللي بنا مش هسمحلك تضيع حياتك موسيقى موسيقى انت جواخ خير يا حسام يا ابني انا متؤكد من كده موسيقى 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 حتى لو قلت لساعدتك ان حسام الهلالي ابنك المتلميزك وظابط الشرطة هو تجري السلاح الكبير اللي مدوقك وبتطوره عليه ايه؟ زي ما ساعدتك سمعت انا الكنير كان لازم اطلع الطاقة يا فندم في حاجة بحبها مش ساعدتك اللي معلمنا كده موسيقى ومعرفتش هطلعها في الخير معاكم فاطلع طاقة عليكم مستحيل ايه الحقيقة يا فندم؟ وضع اطراف مني والاول مرة اقوله ومش عارف قلته ازاي ولو ساعدتك سألتني كمان ثانية من دلوقتي حاول ما قلتش وهاحلف ارفعت بيه انا مسمعتش حاجة موسيقى 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 يعني ايه؟ تعلي جاتلك الفرصة عشان تصلح على خلط مان يوم موسيقى مش فاق بفد الموردين اللي برا مصر موسيقى يا باشا بقول ساعدتك انا الشيطان الكبير والموردين اللي برا مصر اللي ساعدتك عايزهم دول صبياني زي الخاتن في صباعي اجيبهم بتليفون ساعدتك ماينفعش هباش لا حينفعه انت لازم تغلب الشيطان على جواك وتغلب الشراطين اللي حواليك وتعمل الصح موسيقى 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 وكأني بتعلق باخر طوق ما جامع وجود واتفقت ان انا تعاون معهم علشان نوقع موردين السلاح اللي برا مصر و grappledني اللي ورفعت ان يعتبرني شاهد مالك في العضية واكتشفت اني واقفقتن اني من ان هو نغلط إن نملعب من ان نستمر في الغلط الإنسان القوى يا ماما هو اللي بيحط الخطوط الحامرة لنفسه ما بيستنىش حد يعلّم عليه تلقى كلامك صح يا ماما البطل الحقيقي هو اللي يقوم مهما وقع عشان يكسب معرضته الأخيرة بعديها سافرت عشان أقابل ألبير المؤرد اللي برا مصر والحمد لله يديرت أسجله اعتراف بالصوت والصورة عشان يبقى عندنا دليل إيدانة بيع بالجميع مش دكان جيو من بيع بالهطة ما كانش مأز غير نجيب لستة بأسماء كل المتعملين في الموضوع ده برا مصر وهو مصر ودي قدرت أجيبها من ديدي بطريقة مش هادر أولوكو عليها يمكن أنت تاخد بالك منع محمد نعيب عني يا عمر الله ينب عليك يا حبيبتي يلا أنا كمان بدأت حبا حسامو حبيبي مهم شوف لنا شو عندنا روم سيرفس وطلب لنا دانر حلو أعني هلو روم سيرفس بيز موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة